خلينا نبتدي كاعدتنا بأهم الأخبار والأحداث بدايتها مع سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي تفقت بالأمس أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى ومن بينها محور المستشار عبد المجيد محمود بطول 7 كيلومتر وهو المحور الموازي لشارع 9 بالمقطع السيدة الرئيس أكد أن الطرق الجديدة والمحاور والكباري اللي شغالين على إنشاءها حاليا بتهدف إلى تحقيق أقصى درجات الانسيابية في حركة المرور وإلى تسهيل حركة المواطنين داخل القاهرة الكبرى وباقي المحافظات قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى ومن بينها محور المستشار عبد المجيد محمود بطول 7 كيلومترات وهو المحور الموازي لشارع 9 بالمقطع وتابع السيد الرئيس كذلك أعمال تنفيذ كبريطها حسين الرابط بين محور يسر رزق بمناطق المقطم والمعادي بمحور الحضارات ومنه إلى مناطق وسط البلد وكورنيش النيل ويعد كبريطها حسين من الأعمال الهندسية الفريدة إذ يبلغ ارتفاع الأعمدة 50 متراً مما أدى إلى استخدام أولاش خاصة في إنشاءه بحمولة تصل إلى 850 طن أعمال كبير أهو عظيم تمام سيدك يا فنم طب من أنا جيت قبل كده من شهر فقولي شهر 8 قلت معقول تمام يا فنم اه احنا فندم سيدك مشرفنا في كبريطها حسين يا فندم يربط كبريطها حسين يا فندم محور ياسر رزق مع اللواء صلاح الشازل يا فندم والأوتوستراض طول الكبري يا فندم 900 متر يتروح عرض الكبري يا فندم 29 متر حتى 32 متر في أماكن الربط يا فندم أربعة حرم وراء في كل اتجاه ارتفاع الكبري يا فندم 50 متر سيدك يا فندم احنا عندنا هنا في الكبري أربع تحديات أول تحدي يا فندم تنفيذ الأساسات العميقة فنفذنا بأكبر مكان لتنفيذ الأساسات العميقة في المؤولين العرب أربع مكانات أكبر مكان يا فندم لتنفيذ الأساسات العميقة تاني تحدي يا فندم واجهنا الأعمدة ارتفاع العمود يا فندم يوصل لـ 50 متر فاستخدمنا الشادات الخاصة يا فندم لتنفيذه تالي تحدي يا فندم الفريم تنفيذ الفريمات استخدمنا يا فندم الفريم على ارتفاع 50 متر استخدمنا الشدة الطائرة رابع تحدي يا فندم وده الأخير رفع الكاميرا القرصانة والكاميرا المعدنية يا فندم طبعا يا فندم هنا وزن الكاميرا يتراوح بين 100 طن من 100 إلى 120 طن يا فندم فرفعناه هنا على ارتفاع 50 متر فاستخدمنا يا فندم وناش كبيرة جدا زي الوينش اللي موجود في الموقع يا فندم بيتفك وراءة فندم أيها تمام يا فندم وينشو 800 عشان نقدر نرفع على 50 متر عندنا فندم هنا الموقف التنفيذ للمشروع احنا فندم نفذنا نسبة التنفيذ للمشروع 92% فاحنا فندم منتزمين بأعلى معايير ضبط الجودة لتنفيذ المشروع ونخرجه ان شاء الله على أعلى ما يكون يا فندم لابنتو التحميل هتحطوا تحميل وزنهوا دي يعني انتو هتعملكوا تجربة التحميل تم عمل تجربة التحميل بناء على تعليمات سيادتك احنا عمدنا جبنا جماعتين جماعة الكوحرة جماعة عين شمس أكبر الجماعات اللي بتقوم بضبط الجودة والعمل الشيكعة الكبرى وإن شاء الله بإذن الله تبقى لضبط الجودة اللي احنا شغالين عليه حقيقي احنا عملين تعاقد مع تلات معامل خارجيين بالإضافة للمعامل الرئيسية بتاعت المعايير العرب لان ده عمل فريد وعمل عظيم وما نقدرش ان احنا يعني ما ندلوش أكتر من كده حق في المعايير فإحنا عمتعاقدين مع تلات معامل في درجات الحرارة بيتم كياز درجة الحرارة قبل الصب الحديد بتعمل اختبارات على كل عربية حديد بتيجي بناخد عينات من كل باتشة وبنعمل اختبارات الحديد الباكية المعداني اللي هي أكبر باكية متنفزة دلوقتي أخذنا منها عينات من كل الصوج بتاعها من كل ممبر عملنا عليه اختبارات طيب احنا على كل حال يعني أنا متطمن لكن احنا بنعمل ده لنا ولل يعني بدل من نخل الناس تتحرك طبعا هنا هيبقى فيه بيتحرك عربية كتير طبعا يا فننا فبنام تطمننا ان التحميل اللي احنا عملنا التجربتين تمام تمام سيطب تجربة ان شاء الله فندم قبل ايدو الاضحة وتجربة اضحة وتجربة اقاح تمام يا فندم زي ما اتفقنا تمام هزينة حركة نعدى عالكوبلكة احت خبر حدو قلتم مراتبين من الوضوع التجربة ده ها يا فندم مع جمعتين مصريتين جمعة التعين شمس وجامعة الطائرة هنعمل التجربة التحميل على اكبر باكية عندنا الباكية 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 وعندنا هنعمل تجربة التحميل على باكية خراصانية عشان يبقى كده عملنا تجارب على نوعين من الرزرط برضو السؤال ده رباس اقوى ده امن يا هاب وديكم كلكم يعني يخلص بخير احنا ايه اللي ممكن نعمله تاني احنا هنا خلينا لمقاطة مواد في مصر ايوا فندم ايوا فندم لا سعيئ ايوا الله فندم الكهارات الكبرى بالكامل واللي جاي من المحافظات كمان كله هيبقى متاجه في الاتجاه ده عشان يوصل لأي مكافظة الكبرى النهاردة الناس كانت مستقربة قوي احنا ليه بنعمل مجموعة المحاور الكبيرة ده اه رياسر رزق المجيد محمود شارع تاسعة مش كده؟ عبد مجيد محمود يا فندم هو كان مقاطن فان الاول فيه شارع تسعة بس دلوقتي في المقاطن فيه اربع محاور عبد مجيد محمود سابتك مواصل من شارع تسعة بيوصل لمحور رياسر رزق بيوصل للطريق الدائري وبييجي هنا يا فندم عشان نعدي به اعلى طريق الاستراد ونوصل به سيادة المرحلة اللي بعدها لستك سيادة يعني سيادة الوقتي انه كبرى العاشر نفسه بالمنطقة التقاطح هناك مع النيل هتتطور بالكامل كبرى العاشر هيتوسع وهيبقى فيه رنب نازل في اتجاه التحرير واتجاه وسط البلك ما كانش بكلام ده موجود قبل كده وهيتعامل كبري في التقاطع اللي هو تعاون ناك ساتك عشان الحتة العودة اللي هي كانت زحمة جداً حتة مقفولة تمامة فا تبدأ بسادة امرضة فندمين اللي هو المنطقة اللي بعدها على طول كبرى العاشر هيوصل لغاية كورنيش النيل هيتوسع الكبري لغاية كورنيش النيل كده سيادة المحور التاني اللي هو شارع تسعة تم تطويره بالكامل يا فندم وتعامل الانفذات دي اللي تيربط مع محور ياسر رز ويوصل لهنا ومنه برضو طريق صلاح سالم والاوتوستراد والطريق الدايري والمحور حصاب الله الكافراوي من حصاب الله الكافراوي السيادتك هيوصل لغاية طريق الاوتوستراد والسيادتك امرت ان يعني حالياً بدأنا ننفذ استكمال المحور هيمشي لغاية المعادي واعلى المعادي بكبري يوصل لغاية ظهار بالنيل وبعدين في مرحلة تانية من الدرسة نوصل لغاية طريق السياحي السيادتك للطريق الدايري السيادتك المحور اللي بعده اللي هو المحور التالت اللي هو المحور الكورنيش اللي هو موجود فوق يا فندم فوق هناك بين السيادتك اللي هو فوق ده ده محور كان قديم وموجود وكان متهالي وكان فيه مشكل كبيرة جداً الارض كان متهالي تعمل فيها اعمال صناعية السيادتك امرت بها مغولة جداً بقى محور تالت المحور الرابع محور رياس الرز اللي هو تحت السيادتك والكلام ده كله ما كانش مجود في المقاطم هو كان طريق واحد كلام ده فاكي العقدة المجودة في المقاطم وخلق اللي جاي من الصعيد اللي جاي من الكاهرة الجديدة اللي جاي من العاصمة الإدارية الجديدة اللي جاي من منطقة المعادي اللي جاي من بعد كده ما نعمل الكبرى الجديد اللي في منطقة المعادي اللي أعلى النيل اللي جاي من طرق الصعيد كلها واللي جاي من طريق السياحة وبيخدم على المطعف المصر الكبير كل الكلام ده يقدر يوصل من هنا لهناك بدون المرور للطرق الاية القديمة كلها والطريق الدائري خفينا الحملة عنه تماما في المناطق دي كلها. فالسلتك دي مشروع متكامل مع الناس كلها. متعامل على طريق الدائرة يا فاندر. مع بالتعاون مع وزارة الاسكان. بوزارة النقف. آآ طبقا للدراسة اللي كانت معروضة على السلتك متكاملة عدة محاور بتعدي الدائرة نفسه بحيث حقا للمرأة الدائرة. زي محور عمر بن العاص. آآ محور فريق كمال عمر. محور السكة الحديدة. طريق السكة الحديدة لو موازل طريق الاتصرات الموجود هنا. دي كلها فعند مشابكة طرق متكاملة. الدولة كلها بتشغل فيها الهالة الهندسية مع وزارة الاسكان. حالة المشكلة للكهرة الكبرى بس بشكل الكهرة الكبرى لوحدها. واللي جاي من خارج الكهرة الكبرى سواء الوجه البحري. او موضن القناة او الصعيد. يعني المحافظات. المحافظات بتكامل. اللي الدولة بتكامل. طب برضو السؤال لسه قائمة. ايه اللي انتو شايفينه ممكن يتعمل هنا واحنا ما عملناهش. يا حمد. يا فندم احنا يعني كل اللي درسناه هنا عرضنا على السيادتك وبتدينا فعلا نشتغل فيه. اه. يعني سواء ازا كان كبرى العاشر او اليوتيرن اللي اترابط مع محور الجزائر او كل المناطق دي سيادتك صدقتنا بيها واشتغلنا بيها على طول الفندم. مان يا فندم. اه. يا فندم احنا عملنا هنا في المنطقة كل اللي يازم يا فندم من بداية من محور حضرات سيادتك حتى انتهاء كبري طاع حسين يا فندم. طيب السؤال ما زال قائم. والسؤال ما زال قائم يا هاني. لو انتو في حاجة تانية هتخلي الحركة داخل القاهرة وبين القاهرة والمحافظات اللي اتعمل هنا. الناس كانت مستقربة قوي ان احنا يعني عشان كده احنا سميناها طاع حسين. عشان نستعرف ان احنا مقدرين جدا جدا للناس يعني عزماءنا يعني. طبعا. فاحنا سميناها عشان مقبرة انتو حدوطات احت الكبري. احنا حنسميه او نسميه طاع حسين دكتور طاع حسين. كده يعني. لكن انا بقول لكم اتاني. واحنا بنعمل ده. انتو في دراسة مستمرة. ونفس كلام اه. تماما. الماندي زهب. اه. 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 احنا في النهاية بنعمل ايه. الناس اللي بتشتغل دي. احنا بنغير حيات الناس في مصر. دا انتو. انتو. مين يب يعملين. انتو. انتو. انا بشكركم. انتو انتو اشارك بالزاهرة اللي حضرهاك نوورتاني بق نارض. دا انتو اللي بنغوريننا. انا بسحنا جابانكم الجمعة يعني. مش كده. احنا كده. بشانه جمعة عا? احنا كده؟ اب العادة. احنا كده. خلو بلو. احنا كده؟ بشانه بلو. سهل بشانه بانهم. بس خلي بالكم. ده نافع دبال الناس. كل جمعة بحاجة أنا عارف رجيت مرر بكده هنا وقعدين كلس بس ما بنتشلسة صبيتهم البلاطات يعني أنا عايز أقولوني على حاجة أكتر حاجة تنتظر فينا بنتعمل حاجة تسهلتها وتريحتها فأنتوا قابت شار وطوله ما بناخد أجر يعني على كله قامش بس ممكن تاخد أجر وتأذي يعني ممكن لأ نديك أجر إيه؟ تخري بيها مش كده ها؟ أيها فنم فقالنا عدري أجر إيه أجر نفر بنشاه حضرتك دائما بتلف كلهم جمعة في مشاريع مختلفة في الشوارع دي حاجة بتبسطني ده بيخليها بنشتغل بروق عالية وحاجة بجد يعني شرف لنا أو حاجة بتبسطها دس تحلينا والله فنم الله يخليك على الرئيس تعايزين حاجة؟ نحن 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 نح تفقد السيد الرئيس أعمال تطوير شبكة الطرق وإنشاء كباري لتحرير الحركة المرورية سيادتك صدقت فنم على تطوير منطقة كورنيش النيل وتطوير كبرى العاشر لربط لنقل سكان مناطق المعادي وزهرها مصر الأديمة ومنطقة مصر الأديمة إلى مناطق المعطم ومدينة نصر وده هيكون خلال شرع الفستات ثم كبرى الدكتور صلاح الشازلي ثم كبرى الدكتور طاع حسين وصولا إلى محوى رئيس الرزق إلى منطقة الأسمرات ومنطقة المعطم أو استكمالا بمحوى ساميرا موسى وصولا إلى مناطق الكهارات جديدة ومنطقة مدينة نصر التطوير ده فنم هيكون عبارة عن تطوير أعمال الطرق وإعمال العمالة فنم هيكون إكمال لأعمالة قول 6 كيلو 350 العمالة الصناعية كباري كيلو 600 والطرق السطحية أربعة كيلو 750 بالكضافة الكده فنم هيتم تطوير طريق كورنيش النيل بعرض خمسة حرة مرورية كل اتجاه بدلا من منزله عدائري وحتى اسم مصر الأديمة بطول كيلو 100 وهيتم تطوير طريق طريق دار السلام بعرض أربعة حرة مرورية كل اتجاه بدلا من منزله عدائري وحتى اسم مصر نحاول نحاس المقام كما مر السيد الرئيس على مناطق جنوب القاهرة بامتداد محور حصب الله الكفراوي الذي يربط مناطق زهراء المعادي بكورنيش النيل وصولا لطريق أسوان استكملا لأعمال إنشاء وطرقون الدورة ومحور جنوب القاهرة ستكتملوا سطاقتا على إنشاء مفتاد محور حصب الله الكفراوي مرحلة أولى بدون 6 كلمة بابتداء من تقاطع مع محور حصب الله الكفراوي ومحور محمد عزة عادل ومحور زهراء المعادي وانتهاء من تقاطع مع طريق أسوان الزراعي الغربي من هاتف المرحلة أولى فاند والمحور أفاندبي يتضمن إنشاء عدد 5 كبري بتحرير حركة مرورية بإجمال أطوال 3.8 من 10 كيلو متر بالكبري الأول فاندبي التقاطع مع محور حصب الله الكفراوي ومحور محمد عزة عادل بطول 500 متر وبعرض أربعة حرة مرورية لكل اتجاه كبري تقاطع مع طريق الأسطورات كبري مرور أعلى مصار المترو بطول 800 متر وبعرض أربعة حرة مرورية لكل اتجاه كبري بطول ألت وخمسمائة متر ودور مجرى نهر النيل وبعرض ستة حرة مرورية لكل اتجاه كبري التقاطع مع طريق أسوان الزراعي الغربي بطول 500 متر وبعرض خمسة حرة مرورية لكل اتجاه المحور يا فندم يربط القادم من مناطق غرب النيل وجميع محافظات الصعيد بجميع مناطق القاهرة هنا بقى ده المجرد السيل ده مخر السيل يا فنان مطادي بيت كامل يا فندم هتتكسى وهيستغل الكلام المجرد لازم هنحفظ عليه عشان كالجان هتبطنوه هيتبطنوه يا فندم هيترفع كفاءته على هضعه تبطين ورفع كفاءته على هضعه واستغلال الأجنب بتاعته احنا قلنا الأجنب دي هتبقى مامش خلاص يبقى المنظر بقى تمام سيدك بقى بطنوه أنا فمش كده انه كده ولا كده هتبطنوه المجرده ايوه هنحفظ عليه انه هو ده في الاخر بيرمي في النيل بيرمي في النيل يا فندم وبيحمي مناطق كتيرة لو حصل بطنوه يعني هنبطنوه تمام أيقف يعني هنحتاري مقصدوه تمام يا فندم لكن خلينا نستفيد بانه بقى انه هو ننمحها بقى حتحضر كده مامشي هنا ودلوقتي جمعتنا مع ابرز الاخبار والاحداث اللي حصلت بالفعل امبارح وابرزها رئيس الوزراء ووصوله كييف ضمن وفد رؤساء المبادرة الافريقية المشتركة والحكومة نفت وقف خدمة المحافظة الالترونية الخاصة بشركات الاتصالات كمان أيضا معنا ان وزارة الداخلية مدت فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهرين كاملين وده بمناسبة عيد الاطحى المبارك تفاصيل اكتر في السياق هذا التقرير عدد كبير من الاخبار حصلت امبارح ابرزها ان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وصل للعاصمة الاوكرانية كييف بعد رحلة بالقطار استمرت 12 ساعة من الحدود البولندية وده ضمن وفد رؤساء المبادرة الافريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الازمة الروسية الاوكرانية وبيترأس مدبولي وفد مصر نياب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في الزيارة اللي بيقوم بيها الوفد لاوكرانيا وروسيا امبارح اكدت الحكومة ان الاخبار الانتشرت بخصوص وقف خدمة المحافظة الالكترونية الخاصة بشركات الاتصالات لاجل غير مسمى كلام غير صحيح وان الرسائل الصوتية المتدولة ملهاش اي اساس من الصحة وشددت الحكومة ان خدمة المحافظة الالكترونية شغالة بشكل طبيعي ومنتظم بدون اي عوائق لجميع شركات الاتصالات ومصدرش اي تعليمات او قرارات من اي جهة رسمية باقاف التعامل عليها امبارح قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهرين بمناسبة عيد الاطحى المبارك وسورة 30 يونيو واستمرار منافذ امان التبع لوزارة الداخلية في توفير منتجتها مع طرح عبوات بالضم مواد غزائية بجودة عالية واسعار مخفضة بنسبة وصلت لـ 50% اشتركوا في القناة